مثل عشي بتصحي من النوم تلاقي ان فيه كدمات زرقه موجوده في رجليكي وما بتصحي من النوم تبصي تلاقي ان كأن فيه عملية جماع تمت ليك وكانت العملية دي متكاملة بدون رؤية الوجه بتاع الشخص اللي انت بتجمعه او بتعشره كذلك انت ايضا ما بتحسيش ان فيه خربيش في مناطق متفرقة في جسمك طب اثناء نومك ما بيحصلش ان فيه نفس بيكون جوار منك والنفس ده تحس كأن حد حضنك من الخلف وانت كذلك ما بتحسش احيانا وانت نايم ان فيه حد بيحتضنك او ان فيه حد بيحاول ان هو يلمس جسمك وانت نايم طيب الشعر ما بيكونش فيه تساقط كذلك ايضا الاحلام اللي بتتم ما بتشوفش في احلامك مثلا ان فيه كلب اسود بيجر وراك وبيحاول ان هو يعدك ثم بعد ذلك تبصت لان فيه حد بيدافع عنك في قلم المنام وبيحاول ان هو يحميك من الكلب ده او بمعنى صح ما بتشوفش المحالم في منامك على سبيل المثال تشوف مثلا انك انت بتعاشر امك او اختك او امرأة ما تحقش ليك كذلك ما بيحصلش معاك نفس الاشياء ديت كل ديت من الاعراض او الاعلامات اللي بتدل على ماس العش فتعال ان انا اكلمك باستفادة عنه وعلاجه بالمسك وعلاجه بالزيت الزيتون او زيت حبة البركة كما تشاء فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودوس لايك وشارك المقطع ده لاصحابك واصدقائك اول حاجة عايزك تعرف ان العلماء كلهم منافوش ان يبيحصل مسعش للانسان وربنا سبحانه وتعالى وضح ده في القرآن الكريم قال الله عز وجل في سورة الانعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا فهذا دليل واضح بيدل على ان يعني سبحان الله ان بيكون في عمليات معشرة بين الجن وبين الانسان ومش بس كده ربنا سبحانه وتعالى وضح ايضا في سورة الرحمن لم يطمث هنا انسهم قبلهم ولا جان ومعنى ذلك ان الشيطان يعني سبحان الله ربنا خلقه في سورة باشعة جدا فعشان كده بييجي الشيطان ده بيتربص بالمرأة وبيحاول ان هو يستمتع بالجسد ده عايز اقولك ان عمليات الاستمتاع ديت بتكون عمليات كاملة متكاملة ولو انت مش مقتنع بالكلام اللي انا بقوله لك ده فتقدر انك انت تشوف افلام نشرت كتير جدا على وسائل السوشيال ميديا ان ييجي حد يحصل مع عملية جماع كاملة وان فيه سيدة يحصل مع عملية جماع كاملة وان السياد تتشد من عليها وان فيه بعض الاشخاص بيحسوا ان فيه حد بيمسك جسمهم ويقوم بالعلاقة الحميمة معهم ودي حاجات منتشرة كتير اوي لكن ده بيحصل في دول الغرب الحمد لله ان هو مش موجود عندنا احنا في الدول الاسلامية لكن ده دليل على ان فيه معاشرة بتتم بين الانسان وبين الشيطان ومثل عشق فيه ناس كتير جدا بيعانوا منه خصوصا ان الشيطان بيجي مثلا للانسان اللي بيكون ضعيف بمعنى 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 ان هو مثلا ما عندوش اوراد او اسكار بيقراها في الصباح والمساء ومعروف ان الاسكار ديت هي السلاح الوحيد اللي بتحميك من جميع الشياطين ايا كانت قدرة الشياطين ديت لذلك ابن القيم يقول ان الاسكار عبارة عن حصن حصين وان الاسكار طالما ان الانسان بيقرأها بتكون عبارة عن ان الانسان ده موجود في قلعة والقلعة دي من حديد لا يستطيع اي حد ان هو ينفس خلف جدران هذه القلعة وده اللي قاله عبدالله ابن عمر فعشان كده عايزك تركز معايا اول حاجة عايزك تعرف ان نمازة العشق وعملية المعاشرة ما بتجيش كده من اول مرة لا ده الشيطان بياخدها تدريجيا وده اللي بيحصل معاك ولا لا وعايزك تكتبلي في الكومنتات بالنسبة للموضوع التدريجي اللي انا بقولك عليه فبييجي الشيطان مثلا في المرحلة البدائية ليه بيجي لك مثلا حلم يعني انت بتحبه زي مثلا شخصية معينة انت بتحب انك انت يعني نفسك تكتمع بيها او نفسك انك انت تشوفها في الحال الواقعية فبدون سابق انظار بتبصت لها ان الشخصية ديت متصورة قدامك وموجودة فعلا وتقدر انك انت تكتمع بها في اي وقت وتقعدوا مع بعض ومش بس كده تيجي بقى الاحلام بعد كده تختلف بمعنى بمعنى ان ممكن مثلا الواحد يشوف انه بيأتي محرمه او بييجي لحد من اهله وده طبعا الشيطان بيعملها عشان يشوف مقدار ايمانك ايه بيصبح الانسان بعد الرؤية ديت انه مغموم النفس عنده كده حالة من غممة النفس مش قابل ان يتكلم حد او يتكلم حتى او يعبر عن اللي موجود جواه واصبع عنده شمئزاز من كل شيء موجود حواليه هو لان الشيطان بيجيب الرؤية دي لي عشان يعرف مدى مقدار قربك من الله يجي اللي وعلا هل انت حتتقبل الامر ده وتسعى فيه وتسير فيه فلو انت حصل ده معاك فتعرف ان الشيطان خلاص كده هو ابتدى ان هو يسيطر عليك وابتدى ان هو يفرض سيطرته على كل مفاصل واركان جسمك ففي الحالة ديت لازم انك انت تكون على حضر شديد جدا ان هو عمره ما حيطركك ولا حيسيبك ولا حيفارق الجسد نهائيا وممكن يوصل عمرك سنوات طويلة قوي وهو ما خرجش ولا ترك جسمك ده ولا حتى تتعتع منه ثم بعد ذلك انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا عشان تتخلص من ماس العشق فيه حاجات كتير جدا بيعملها زي ان هو ممكن مثلا ما يخلكش انك انت تتزوج والمشكلة لو انت متزوجة يخلى عندك يعني افرازات يخلى عندك ابتدراف الدورة الشهرية ولو جاء مثلا ما عملكيش الحاجات ديت فموضوع الحمل ممكن يتأخر عندك على الرغم انك انت ممكن تشوفي يعني طبيب وتراجعي مع كذا طبيب فتبص تلاقي ان ما فيش اي مانع او حائل يحول بينك وبين الانجاب والذرية ولأسف الشديد في بعض الاشخاص بيكونوا بيعانوا من مس العشق ومش عارفين ان هم عندهم مس عشق والبعض الاخر ما بيقتنعش بالشيء ده لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم كلا اذا بلغت التراقية وقينا مراك فتأمل كده ان ربنا سبحانه وتعالى وضح الشيء ده في كتابه فمفيش اي واحد في الحياة الوقعية يقدر ان هو ينفي وقوع هذا الشيء ووقوع الاحداث ديت يعني عشان كده لازم انك انت تحاول انك انت تتخلص من مس العشق لو انت قصبت بيه وازاي انك انت تتخلص من مس العشق اول حاجة عايز اقولك ان مس العشق طول ما انت امرأة مثلا دوافرك طويلة في عمر الشيطان ما هيسيب جسمك ولو انت بتمشي مثلا حط زينة في الشارع في عمر الشيطان ما هيسيب جسمك لان كل الناس اللي بينظروا لك في الشارع بيشتهوك ومعنى ان هما يشتهوك يعني معناته ان هو بينظر ليك مثلا النظرة فالنظرة ديت بيباعها شيطان والشيطان دي طبعا هو مش هينظر لك نظرة بريئة لان المؤمن ما بينظرش للفتاة اللي ماشي في الشارع لكن الانسان اللي هو بعيد على ربنا سبحانه وتعالى فده يبع عبارة عن شيطان من شياطين الانس فلما بينظر لك بيتتبعك انفس خبيثة من هذا الشخص اللي رغبته فيك وعدم قدرته على تحصيلك فبناء عليه بيمسك فيك الشيطان ده وما بيسكيش نهائيا فعشان نتخلص من الحالة ديت لازم قص الاظافر اللبس المحتشم المحافظة على الصلوات المفروضة ولو انت بيحصل عندك بقى نبض في اماكن متفرقة من جسمك ونبض مثلا في منطقة في المناطق الحساسة فهنجيب ازازة ميسك تمام وازازة زيت زيتون او زيت رنفل وهنقرأ عليهم صورة النور هتقرأ قراءة صورة النور ثلاث مرات وفيه اية بتقول ان الذين يحبون ان تشعل في حشة ولوما اذاب ان تكررها قدر ما تستطيع وفيه صورتين اسمها صورة البروج هتقرأ صورة البروج وعند الآية مرة واحدة وعند الآية بتاع اللي بيقول فارق بنا سبحانه وتعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلوما اذابوا جهنم ولوما اذابوا الحريق حاول انك تتكرر الآية قدر ما تستطيع ايه كمان حاول ان انا اقرأ جميع الآيات اللي ذكر فيها زنف الفواحش زي صورة يوسف والآيات اللي ذكرت فيه مع امراتي العزيزة وسيد نورسف عليه السلام كذلك أيضا يعني سبحان الله أقرأ المعوذتين والإخلاص والناس وبالمسك ده أتهن منطقة المفاتن عندي تمام وأتهن أيضا جبهتي وحكتب على منطقة الحوت وعلى منطقة النصية هنا حكتب هنا حسبية الله لا إله 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 وعليه توكلته وهو رب العرش العظيم وحيلة بينهما بينما اشتهونا كما فعل بعشعين من قبل أنهم كانوا في الشك المريب عشان له الشيطان يعني سبحان الله بيجي على الوكه أو بيمتلك الجبهة أو بيحاول مفتن مثلا بجمالك الظاهري وعلى منطقة العورة يعني في منطقة الحوت حكتب قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال حسبي الله أسأل الله الكريم أن يحرق كل من أراد أن يستمتع به أو يقترب من جسديه حكتب على منطقة الحوت فوق العورة مباشرة ولو جيت أن أخش الحمام أحاول أن أخسل الآيات الموجودة على الجبهة وعلى الحوت سبع تيام بالضبط هتختفي جميع الأحلام اللي هي فيها تحرشات جنسية وهتختفي جميع أعراض مثل عشاء منك شاركنا في التعليقات لو نفست البرنامج ده وقلنا الأعراض اللي أنا ذكرتها دي بتعلمينها ولا لا وشارك المكتع ده لأصحابك الزكاك فدالها الخير كفاعلين دمتم وفدي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته